بسم الله الرحمن الرحيم تحت عنوان التنمية حق الجميع مصر المسيرة والمصار وتوجه بشكر خاص للسيد رئيس الجمهورية على تشريف هذا الحدث بالحضور والاهتمام سيادته الشخصي بالاطلاع على مخرجات هذا التقرير الذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية حيث أصدرت 11 تقريرا منذ عام 1994 حتى عام 2010 ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر السيدات والسادة الحضور الكريم تم إصدار تقرير التنمية البشرية لأول مرة في عام 1990 من قبل الاقتصادي الباكستاني المعروف محموب الحق والمفكر الهندي أمارتيا سن الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وكان الهدف الرئيسي من إصدار مثل هذه التقارير هو وضع الإنسان في قلب عملية التنمية فيساهم إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والإقليمي والدولي وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية وتزيد الوعي بقضية التنمية البشرية إن مفتاح العمل الذي نحتفل اليوم بإطلاقه هو مصطلح الشراكة هذه الشراكة حاضرة بجوهرها في عنوان التقارير التنمية حق الجميع فالجامع يفيد التشارك في جهود التنمية وعوائدها كما إن الشراكة حاضرة بمفهومها من خلال إعلاقة التعاون التنموي الوفيق والممتد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أحد أهم منظمات وبيوت الخبرة التنموية على مستوى العالم وهي حاضرة أيضا بآلياتها من خلال نخبة الخبراء وفرق العمل المحايدة ممن أثروا التقرير بأفكارهم وها نحن بفضل هذه الشراكات نصل إلى حيث نقف اليوم على بعد 11 عاما من آخر تقرير أعدل هذا الغرض وعلى مسافة 9 أعوام من استراتيجية مصر 2030 حيث يعكس التقرير قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها السيد الرئيس الحضور الكريم يأتي تقرير التنمية البشرية في عام 2021 حول مصر المسيرة والمصار ليرصد مسيرة عقد كامل من عمر الوطن ويرسم ملامح المصار المستقبل نرى جيدا ونبتغي مشرقا ونعمل بكل عزم التحقيق لقد بدأت المسيرة التي كان النجاح حليفها في العقد المنقدي بأحداث وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية انجسام شهدتها مصر في مطلع هذا العقد انعكست هذه التحديات سلبا على جميع مؤشرات التنمية فانطلقت مسيرة العمل منذ سبعة أعوام مرتكزة على تخطيط شامل ورؤية تموحة للمستقبل حددت ملامحها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة تعلم الدولة المصرية تماما أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن وإشراط الاقتصاد وتعافي لن تكون له قيمة أوصدة ما لم يعكس إيجابيا على مستوى حياة المواطن وهو ما يتصق مع المفهوم الذي تبناه برنامج الأمم المتحدة الإممائي منذ عام 1990 لتعريف وقياس التنمية بكونها تتجاوز الاعتماد على النمو الاقتصادي كمؤشر أوحد لتضم كل من الصحة والتعليم إلى جانب الداخل لذلك جاء الهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة المصرية وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في قلب من كل هذه الجهود حيث تسعى الدولة لحشد كل الإمكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة والتي زادت بما يتجاوز سبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كافة القطاعات وجاءت المبادرة الرئاسية بتنفيذ المشروع القومي التنمية الريف المصري مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيد عن نصف سكان مصر في القرى والريف وهي تجربة تنموية مصرية خالصة تعد أكبر المبادرات التنموية الشاملة والمتكملة في العالم سواء في حجم مخصصتها المالية أو في حجم المستفيدين منها الحضور الكريم نتج عن كل هذه الجهود العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصا في ارتفاع معدل النمو وتراجع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم وهي ثلاثية يعلم الخبراء الاقتصادين والمعنيون بالشأن الاقتصادي صعوبة تحقيقها معنا إلى أن ظهر التحدي جديد تمثل في جائحة انتشار فيروس كوفيد-19 وكان الجهود الإصلاح التي أنجزتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة الفضل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه الجائحة لذلك حظية التجربة المصرية في التعامل مع الجائحة بالإشادة الدولية ندرك تماما أنه لا يزال أمامنا تحديات أخرى نعمل على مواجهتها منها ما رصدها التقرير بالفعل وفي مقدمتها قضية تغير المناخ وقضية النمو السكاني الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة وينعكس سلما على نصيب الفرد من عوائد التنمية واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أن هذا التحدي يعد اختيارا للشعوب اختيارا بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الأعالى ومن ثم تتسع الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان وتتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية ومستقبل آخر يراعي هذا التوازن المنشود يتمتع فيه كل طفل يخرج للنور الحياة بفرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد أو السكن اللائق وهي جوهر حقوق الإنسان الأساسية السيد الرئيس الحضور الكريم إنما استعرضنا سويا من مسيرة عمل وبناء رصدها التقرير بشمول واستبيئة لم تكن هي المثلة يجعل من هذا التقرير وثيقة تؤكد الإرادة المصرية وعزيمة أبنائها المخلصين فلدينا إيمان راسخ بأن الإنجازات العظيمة كانت يوما بالفعل مستحيلة وفي الوقت ذاته لدينا يقين أنه لا مستحيل مع إرادة شعب صنع حضارة عريقة في الختام اسمحوا لي أن أسجل بالشكر والتقدير للجهد الملموس الذي بذلته هذه النخبة المتميزة من الخبراء الدوليين وفرق العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد هذا الإصدار المتميز لتقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية بقيادة الأستاذة رند أبو الحسن أن نقف اليوم أمام مرآة حقيقية فبأعين محايدة وعقول موضوعية مستقلة نطالع هذا التقرير ونسعى لتعظيم ما رصده من إيجابيات ونعالج ما جاء فيه من تحديات ونؤكد لكم من جديد أن عقولنا جميعا مفتوحة لاستفادة مما ورد في هذا التقرير واستدامة هذا التعاون المثمر أشكركم مرة أخرى وأشكر حضرتك سيادة الرئيس على تشريفك هذا الحدث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته